موضوع وصل ان احد ابرز قيادات الاخوان ابرز قيادات الاخوان يقول عن هؤلاء الاخوان يعني واحد من قيادات الاخوان بيقول عن الاخوان ايه اغتصبوني في الله يا الله لقد اغتصبوني في الله من اللي بيقول من اللي بيقول هذا الكلام احد قيادات الاخوان البارزة احد اكبر قيادات الاخوان بيقول لقد اغتصبوني في الله لقد اغتصبوني في الله تعبير جديد غريب عجيب غير مستصعب النسبة لي على الاطلاق يعني ايه تخيلوا يا جماعة الكلام ده مش عندي ياريت تجيبولي يا برايم اهو ياريت تجيبولي يا جماعة اذا كنت تعرفوا تجيبوها لانه الكلام ده خطير جدا اهو 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 لقد اغتصبوني في الله اهي ده كلام خطير جدا 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 ينتخيلوا وصل السخف والوضاعة والرخص والحقارة بتاعتهم ان هم بيقولوا هذا التعبير احد الكبار احد كبار الاخوان بيقول كده بيقول لقد اغتصبوني في الله اه ايه اه يا جماعة اقروا المقال اه 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 مش ممكن لقد اغتصبوني مني بيقول ده احد الاخوان بقول على مين على الاخوان هل يجوز هذا التعبير هو كل حاجة انا بحط شماعة لا حول ولا قوة الا بالله بيقول تاني يقصد بذلك ما كان يفعله البعض معه ومع غيره من انتهاك السمعة واستحلال لعرضه وعرض من يريد ان يحرمهم من كعكة الاخوان او قيادتها تحديدا وهي ممارسات ليست وليدة اليوم ويشهد هذا العضو وغيره انه كان بريء يرى بام عينه نفس الممارسات تمارس مع اخوان له يعلم براءتهم ويكتفي بالاحتجاج الصامت او السري مخافة ان ينالوا من عرضه فلما اصبح في الصفوف الامامية في المعركة امامهم جعلوه عرضا غرضا لهم وهدفا لسيامهم وهو ما حدث مع غيره وغيره بيقول كمان اخطر ما في الازمة الاخيرة ده عصام انها اوضحت امرا خطيرا في الاخلاق ما تجيب صورة عصام ابراهيم ايا جماعة انا بقول لكم اشغالكم وهو التضحية برأس المال الاخلاقي تعبير غريب جدا برضو اخطر ما في الازمة الاخيرة دي انها اوضحت امرا خطيرا في الاخلاق وهو التضحية برأس المال الاخلاقي وكأن الاخلاق سلعة بيبعوها الاخوان ويتجروا بيها امتى تطلع امتى عندي خلق وامتى ما عنديش خلق امتى اتخلى عن خلقي والاخيره اللي هو التخلي او التضحية برأس المال الاخلاق كلام مهم جدا يبنى عليه بقول اخطر ما كتب عن الاخوان من الاخوان من ايام حسن البنة في مقالته ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين